موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتكم قناة مغربية وبريطانيا مروكن وبريتش نكمل معكم مسجدة شيرة السياحة البريطانية ونقدم لكم بعض المسائل المهمة إذا نبدأ مع أول مثال في هذه الحلقة هذا الشخص هنا يقول إذا يقول بأن صديقه في بريطانيا أرسل له دعوة لزيارته وسيتكلف بأمور السكن وكذلك الأمور المادية يقول هل يتوجب عليه تقديم الكشفات البنكية الخاصة به كذلك هذا الشخص يعلق قائلا You must submit your bank statements إذا يجب عليه أن يقوم بالإدلاء أو تقديم كشفاته البنكية كذلك ويضيف قائلا بأن الشخص الذي سيتخذ القرار في تأشيرته يجب أن يرى بأن هذا الشخص هو شخص راشد ومسؤول عن نفسه كذلك بالفعل يتوجب الإدلاء بالكشفات البنكية الخاصة بالشخص الذي سيقدم للتأشيرة لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف تعيش في بلدك الأصلي وكم تنفق في كل شهر شخص آخر يعلق قائلا إذا كنت طالبا إذا لا يتوجب عليك الإدلاء بالكشفات البنكية لكن يتوجب عليك الإدلاء بهذه الوطائق إذا هذه الوطائق أمامنا إذا نمر إلى مثال آخر الآن مثال يخص شخص قدم للتأشيرة وحصل عليها إذا هذا الشخص قدم معلوماته البيومترية في الأول من سبتمبر من العام 2023 توصل بإميرفي الواحد والعشرين من سبتمبر من العام 2023 بأنه قد تم إتخاذ القرار وقد قام بسحب جواز الصفر الخاص به إذا تطلب الأمر ثلاث أسابيع حتى يحصل هذا الشخص على الرد الخاص به إذا هذه هي المدة التي يشيرون إليها في الموقع الحكومي نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في الأول من سبتمبر يقول بأنها تأشيرة عادية إذا تأشيرة سياحية عادية يقول بأنه قد قام بأداء طلب مؤدعاً في العشرين من سبتمبر حتى يستعلم عن قضيته يقول بأنه قد توصل بأن القرار تم إتخاذه وأنهم طلبوا منه الانتظار لسبعة أيام حتى يحصل على جواز الصفر الخاص به يقول بأنه لم يتوصل بأي رسالة بعد إذن يتوجب عليك الانتظار لمدة أسبوعين على الأقل حتى تحصل على الإيميل الخاص بسحب جواز الصفر نمر الآن إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول Hello, I submit my application on the 21st September to VFS I received this email today and anyone know how long will take to collect my passport Sander Visitor Visa إذن يقول بأنه قد تلقى هذا الإيميل من Home Office Thank you for your visa application which has arrived at the UK VDecision Making Center and is now awaiting consideration إذن يخبرونه في هذا الإيميل بأنهم قد توصلوا بالملف خاص به وأنهم سيبدأون الدراسة عليه إذن يسأل كم المدة اللازمة حتى يتوصل بالرد إذن إذا كان الأمر بشكل طبيعي سيتوصل بالرد بعد ثلاثة أسابيع لكن يمكن أن يطول الأمر أكثر لشهر أو شهرين كذلك يمكن أن يقوموا بالرد بأقل من ثلاثة أسابيع يعني في عشرة أيام أو أقل إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول إذن يقول بأنه قد قدم في السادس من سبتمبر لتأشيرة سياحية عادية ويقول بأنه قد ترقى رسالة الرفض وأن السبب كان هو عدم اقتنائهم بالأمور المادية الخاصة به يقول بأنه قد نسي تقديم البايسليبس أو كشفات الدخل الخاصة به إذن كشفات الدخل هي شيء مهم جدا يجب تقديم ست أشهر من الكشفات الخاصة بالدخل وليس ثلاث أشهر إذن بعض الناس يسألون هل يجب تقديم ثلاث أو ست ننصح بتقديم ست أشهر بثلاء ثلاث أشهر إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول يقول بأنه قد تلقي إيميل لسحب جواز السفر الخاص به ويقول بأنه عندما سحب جواز السفر لم يجد أي شيء في جواز السفر إذن لم يتوصل برسالة الرفض كذلك لم يجد بأن التأشيرة مطبوعة داخل جواز السفر إذن ما هو المشكلة يمكن أن تكون هناك عدة حالات إذن سنناقش كل حالة على حيثا إذن هذا الشخص هنا يقول إذن يخبرونه بأن هناك احتمال كبير على أنه رفض لهذه التأشيرة لكن يمكن أن تكون التأشيرة ناجحة إذن يتوجب عليك أن ترسل الهوم أوفيس وإذا كانت ناجحة سيطلب منك أن تعيد جواز السفر مرة أخرى إلى مركز التأشيرة حتى يتم طبع التأشيرة عليه شخص آخر يقول إذن هذا الشخص يقول بأنه إذا لم تتوصل بأي شيء داخل جواز السفر كذلك لم تتوصل برسالة الرفض فهذا يعني أنه رفض ويقول بأنه قد تم قبول تأشيرته وجدها داخل جواز السفر لكنه توصل برسالة القبول إذن شخص آخر يقول إذن شخص آخر يقول إذن يقول بأنه يتوجب أن يبحث في الإيميل الغير مرغوب فيه لأنه يمكن أن تكون الرسالة هناك إذن شخص آخر يقول إذن يسأل أن التأشيرة الخاصة به ستنتهي مدة صلاحيتها في ثلاث أسابيع إذن هل يمكن أن يسافر بها ويعود أم هل سيكون هناك مشكلة إذن شخص يقول نعم سيكون هناك مشكلة إذا سافرت بها قبل انتهائها بثلاث أسابيع شخص آخر يقول إذن يقول بأنه قد رأى من قبل حالة تم رفضها لأن التأشيرة كانت أقل من ثلاث أسابيع يقول إلا إذا كان لديك سبب قوي سيجعلك تعود لبلدك الأصلي نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول إذا كما شرحنا سابقا ربما تتوصل بجواز السفر الخاص بك فارغا ولكن هذا لا يعني قطعا بأنه قد تم رفض تأشيرتك لكن يتوجب عليك أن تتواصل مع الهوم أوفيس حتى تعرف هل سيرسلون لك رسالة الرفض أم هل هناك قرار آخر بأن التأشيرة تم قبولها إذا نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول date of biometrics 20th September visitor visa يقول got this email however no other emails attached and impatient so what is it guys يقول بأنه قد توصل بهذا الإيميل ويقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في العشرين من سبتمبر إذا يشارك معنا مراحل تطور القضية الخاصة به وهو يتبين بأن القضية قد وصلت إلى المرحلة الأخيرة وتم تسليم جواز الصفر إلى مركز التأشيرات إذا توصل بإيميل يخبرونه إذن تم اتخاذ القرارة فيما يخص قضيته وأرسلوا له هذا الإيميل إذا لاحقا سيرسلون له إيميل لسحب جواز الصفر ربما يتطلب الأمر أسبوع إلى أسبوعين أو أقل إذا نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول يقول بأنه قد حصل على تشيرة سياحية لمدة ست أشهر ويقول بأنه الآن يريد أن يعيد مجددا أن يقدم مجددا هل يقدم لست أشهر أم يقدم لعامين إذا قدم مرة واحدة وحصل على التشيرة ويريد التقديم مرة أخرى إذا هل يذهب مع ست أشهر أو عامين شخص يقول إذن يخبره بأن هذه الأشهر الأولى التي قدمتها إذن يخبره بأن هذه الأشهر الأولى التي قدمتها قيام به بعد الحصول على عدة تشيرة ست أشهر إذن من الأفضل أن تقدم لست أشهر بدل عامين لأنه سيكون من الصعب الحصول على تشيرة سياحية لمدة عامين بعد التقديم مرة واحدة فقط لتشيرة ست أشهر إذن أصدقائي هكذا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا الأسبوع ونلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى في أسبوع آخر شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته